السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا والف مرحبا بكل من ضم إلى قناة شهيوات اقتصادية وحية الأمرضة ومن خلال العنوان خلعتكم ياك خلعتكم واش كاين العيد ولا ما كينش العيد الله أعلم أنا فقط غنشارك معكم هذا الكيك اللي عجبني وجاني زوين وعجب ولداتي وقلت غنشاركه معكم وفي هذا الفيديو هو بسيط جدا وكنت منه أتقبله عليه وغادي نشارك معكم واحد الحيلة هي ماشي حيلة ولكن غادي نذكركم أنه لا تكون شي كيدير ربع في الفريقو ولكن دابا غادي نذكركم أنه في هذا الفترة هاديرة كينا ربع رخص حيث هادل وقيته هاديرة هواجد ربع دابا قزبر يعني كان قصد به القزبر والمعدنوس كان قصد به هادل وقيته هادي كيكونوا موجودين بزاف وكيكونوا رخاصين في السوق المتنى والجامع فشريوهم قبل ما وصل العيد الكبير إلا كنا غادي نعيدوا غادي يكونوا غاليا غادي يغلى وانتم ما عارفين كل شي كيغلى من كيوصل العيد الكبير فدابا جمعوا شوية ضربية جمعوا التومة جمعوا شريو الفخر على المكري ماشي حتى يوصل العيد ما حينت رجالكم الحولي ولا حينتهم عطيني شري ربع عطيني شري فخر عطيني فلهذا الأخوات الكريمة المقتصدة أنا كنهضر مع المدبرات أخواتي المدبرات كنهضر معهم ويعني اللي مدخل ديالهم يعني محدود لا يكون في العاون واللي عنده للله يزيده فحنا يا عمدخل ديالنا كيكون محدود في حدود يعني لك العيد غالي هاد العام هادا فيالله نتكفو مع الحولي إلا كنا غا نعيده أنا سمعت بأنه ما كنش العيد والله أعلم فالمهم طريقة ديال الربع ودكشيره ما غاديش نشاركه معاكم أنا جيز غيباش فكركم وانتو ما غادي تديروا تدابير ديالكم الروسكم وهنايا كنشارك معاكم موحد العجينة اللي منها خرجت الخبز ومنها خرجت الرغايف بهذا بمعمرين ومنها خرجت مسيم منات للفطور المهم عجينة وحدة كنشارك معاكم اقتصاد وطرق تدبير أخوات الكريمات وانتو ما شاء الله عليكم را كل وحدة خيرها في دارها أنا فقط كنتقسم معاكم أفكاري وصافي هنا يا البنات أنا كنشارك شو أنا كنوريكم الحنة درت هنا يا واحد الخمسة ديال المسمنات يعني دوك اللي كيكونوا ملويين درتهم الفطور وهد القطع اللي كتشوفوا صغارين درتهم عمرين بالخضر درتهم القوتي وقوتي وعشا راكم عارفين وصافي وبقالي واحد شوية دلعجينة درت منو حجوج للخبيزة دل المقلة فما غانشاركش معاكم الطريقة احتهد شي هذا ما غانش نشاركه معاكم باش ميجيش الفيديو طبعا طويل فقط كنفكركم وكنذكركم بطرق تدبير والاقتصاد اخواتي الكريمة وانتوما كاملين عطا يعني قانات فيها تبارك الله ما شاء الله شحال ديال الوصال شحال ديال رغايف راها عندي غير رغايف ومسمن بجميع اشكال دياله اللي بغا يرجع يعرف الطريقة راها موجودة في القانات وهنا راكم كتعرفو يعني مهم شاركت معاكم هاد الفيديو روتيني في الحقيقة ما كنت شاركه معاكم ولكن قلت انا طولت عليكم الغيبة ديالي في القانات شحال ما شاركت معاكم في شي حاجة فقلت غانشارك معاكم هاد النهار يعني الروتين ديالي في هاد النهار هذا وهنا غدي ندوز اللي عجبني انا في هاد النهار دا وهاد الكيكا اللي جاس رائعة وممكن تدروه حتى في المول يعني دائري او للمول اللي كيكون عادي يعني سامبل ما فيش ديك ما فيش ديك هديك الوصط ديك تقبل لك تكون الوصط ممكن تدروه بالطول كيف درتو انا وممكن تدروه غيف العادي يعني الدائر دائري حتى هو كيجي المهم هو تاخدو المقادر وورا كيجي غزال وشيش البنات تشوفوه انا كنوري لكم كيجي خفيف والمقادر دياله بسيطة جدا غير مكلفة اللي عندك في الدار تقضي به وممكن تبدلي هادي بهادي وممكن لما كانش عندك دك تقوتات يعني دك زبيب والقرقاع لا داعي ممكن تديري اي حقي نوع ممكن ما تديري والو فهد سمحولي راني مريضة شوي يارا كندخلو نخرج بالحضرها ما سديوش علي ايه او مع الصيام احنا باقين كنصومو شوال مهم ما سديوش علي اختكم هاد الفيديو هادا جا هاد الكيكة هدي عجباتني وقلست كنجمع لكم كنجمع لكم في الصور ونبدو بسم الله لبركة الله بالمقادر والطريقة ان شاء الله اول حاجة اللي بناتنا نديروها وهي المول دينا ندهنوه بزبدة ونرشو عليه دقيق وكندخلوه للتلاجة إلا كانت عندكم تلاجة إلا كان عندكم زبدة في تلاجة لا داعي ما كانش زبدة بره على تلاجة ندهنوه وندخلوه علاش باش ما كي ما كي سقش لنا هاد النوع هادا راهم ما كي لسقش ولكن احنا كنتفادو كندهنوه بالزبدة ونرشو عليه دقيق وندخلوه للتلاجة ونبدو هنا يا المقادر كيف ما تشوفو معايا بسيطة جدا يعني قل من نصف كأس ديال الزيت كأس اللاروب ديال سكر سانيدا هنا واحد جوج ديالبيضات وهنا البلد للسكر سانيدا ما يعادي استضل معالق اللي بغي عبر من معالقة وهنا شوية ديال زبيب والقرقاع كيف ما ورقت لكم في الأول د الفيديو غادي نقطعوهم جوج ديال البيضات جوج ديال الخمارات وهنا عندي واحد دانون بنكهة الفاني وواحد رايبي وممكن تبدلوه رايبي بالحليب أو لب عصر الليمون يعني اللي متوفر إلا عندكم أنا عندي هنا يا رايبي فما كنبغيش نعطيه لولادي هكا كالسكي شربوه فكندير به هكا ليكا كله بوهي إلا ما عندكم يعني لما متوفرش رايبي ديرو كازد الحليب أو لكازد الماء أو لكازد العصر يعني كل طرق ممكن تديرو بها صافي وهنا البنات أنا را عندي عندي ذك هادا غلاسون هادا راني شاركتها معاكم مش حال هدي ديال العصر للحامض واحد لو قيتها كالحامض بجوش دراهم وعصرتو درتو في غلاسون حتفت بي المجمد هاداك العصر كعطينك هالكيك كحيد زفور يادو البيض وممكن تديرو قشور ديال اللي تشين أو لقشور ديال الحامض أو لفاني أنا ما كنديرش فاني نهائيا لينلا حتوف اللي كيك دياولي كندير غير غير سميتو غير هادا المونكيهات الطبيعية صافيو كنخلط قاع المكونات شوفو راني كنخلط بفورشيطة حت تلفلي هادا كنتطرى باليداوي وقيت كنخلط بفورشيطة ومبعدا جيش شوفوني يدرجوش فورشيطة نحن نساء عنا ما شاء الله احنا عبقرية هيك اللقاء الحلول أنا تالفلي دك الطراب معروضش فين مشاه فاستغليت الفورشيطات ومويم ممكن را ممكن تخلطو الكيك حتى بيدكم صافيو راح نزا ما ما كنلش نبقاو نحقدو الأمور لما عنديش هادي لما عنديش هادي ممكن أنتو ما أخوات ديالي راني قطعت دك الزبيبو القرقاع يعني مشي بزف ثلاثة نصف قرقاعات مشي تاقرقاعات كاملين وقطعتهم شوي يد الزبيب قطعتهم قطاع صغيرة وهنا بنتي را هكا تعاوني كتدير لي كتساعدني في الدار كتدير لي خمارات الحلوة صافيو البنات هنا كان خلطو مكونات كاملة وكانتقاو نضيفه الدقيق والخمارات يعني الدقيق تدريجيا حتى كانحصلو على دك دك القوام المطلوب ديال الكيك و يعني ما تخليوش قاصح وما تخليوش عوج جاري صفيو وكنكبوه وكندخله الفران على درجة الحرارة 160 كنشعل أنا غير التحت وكنخليه 40 دقيقة الكيك ديالي كامل الكيك ديالي كامل اللي كان طيبو كان هدي وادو الطيب ديالي 160 درجة وكندير له كنشعل له غيل تحت وكنخليه كيتحمر لي 40 دقيقة كيتحمر الفوق ولتحت كنجبد الكيك ديالي طايب كامل وإلا كان نقصو شوية ديال تحمر من الفوق كنعاو نشعل من الفوق وكنزوقوه باللي بغيتو أنا درت هنا يا دك الشوكولات درت شوية ديال كوكاو وشوية ديال الكوكو وممكن ديرو ديرو أي حاجة يعني هذا التزيين كبقى اختياري لكم فقط كنزينو اللوليدات ديالنا وكنفرحوهم مرة مرة رغم هاتشي ماشي صحي وماشي في صالح ديالهم ولكن راه الله غالب ولفناهم هاتطبيعة هاتي ديال اللي كيكو اللهم بعد الحاجة ديال الدار كدبني النظفة ديالها وكدبني شي حاجة صيبتيها بيدك وهنا أنا كنقرب لكم كاميرا باش تشوفوا أنه ترجمة نانسي قنقر